موسيقى تمام كده يا جماعة احنا نفذنا شكل الايموشن اللي هو الايموشن الضحك الباسم او السمايل هنعمل الشكل التاني الايموشن اللي هو بعيون القلوب تمام نبدأ باسم الله اول حاجة هناخد اربع هراضات اصفر واحدين معي كده ازي التالتة رابعة نقفل كده تمام نقفل اول غرزة وبعيين اللي بعده هنحط خرزة صودة هنا وخرزة صفره هنا وهنقفل بالاصفر لقد اقفل ثم نقفل ثم 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 نقفل ثم نقفل ثم ثم وليفل بالاصفر. كده تمام. بعد كده هنقفل بالاصفر. هلف كده عشان ده نهية السطر ده. هنقفل بالاصفر. ده تلاتة. هنقفل كده. تمام. اللي جاي هنعمل فيه برضو عملية تزايد. الزيت هنحط اربعة خرزات اصفر في الخيط اللي فيه دي اه الشمال. واحد اتنين تلاتة اربعة. هنعمل بعد طرف الخطار نجيبه اول خرزة من الاربعة اول هنقفل ازاي? هنحط خرزة صفرة خرزة سودة. هنحط خرزة صفرة انا عريش هنحط خرزتين سودة. عريش هنا كده هنحط خرزتين سودة. مش خرزة صفرة و خرزة سودة. هنشد خطنا كويس عشان نثبت الورزة الطايرة. بعد الخيط. وهنا هنحط هنحط خرزتين احمر. دي الاحمر دال هو اللساني. واحمر واحد. اتنين. هنحط خرزتين. واحدة حمراء. واحدة سودة. واحدة سودة. ونف. نعد الخيط. وهنحط واحدة سودة. واحدة صفرة. ونف. زي ما كان هنا. في غرزة زيدة. في تزايد. هنعمل نفس التزايد هنعمل بغرزة ربعين. بالاصفر. ونقف. عملنا ايه؟ حطنا الخرز كله في الطرف واحد عشان احنا بنقفل السطر هنا. عشان هنطلع للسطر الثاني. وبرضو السطر الثاني زي ما عملنا في اللي فات هنا برضو في تزايد. ازاي? هنحط خرزة. اتنين. تلاتة. اربعة. واجيب الخيط من اول خرزة خالص في الاربعة. كده. كده. وقف. تمام. هذه التزايد الثاني. عملنا ايه كده؟ هذه غرزة هي ربعية. طبع هنسبتها ازاي. هط خرزة صفرة. وخرزة سودة. واسحب الخير. ونقف. نشد كويس. حتى نسبت الغرزة الطائرة. تمام؟ هيا جمال. بعد كده. هعدي الخيط. وهنا من اللي بعد. هنحط اثنين اسود. تمام؟ كده. هنحط اثنين اسود. هنحط اثنين. هنحط اثنين اسود. هنحط اثنين اسود. هنحط اثنين اسود. هنحط اثنين اسود. والحط إتنين إسويت هنحط إتنين إسويت كده تمام بعد كده هنعد الخيط نحط قرفتين أصفر نقفل كما كانت هناك غرزة زائدة سنقوم بالتزايد ونقوم بالتزايد الثاني سأقلب ثلاث خرزات أصفر ثلاث خرزات أصفر ثلاث خرزات أصفر ثلاث خرزات الأصفر والسطر سيكون عبر جميعه ثلاثة غافظة خرزة الثلاثة والسطر تطور الخرزة يستم يقفل موسيقى 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 هنا غرزة ربعية باللون الاصفر. واحد اتنين. تلاتة. 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 ثم نأخذ خرزة حمراء و خرزة صفراء ثم نأخذ خرزة أصفر دي واحدة صفر. أرزة ربعية باللون الأصفر. تمام? وبعد كده هنحط اتنين احمر صحي كده؟ هنحط اتنين احمر تمام كده يا جماعة نعد الخيط حط واحد احمر احمر واحد اصفر هنعد الخيط كده نقفل كده كده وصلنا لاخر السطر ده هنعد الخيط كده ونقفل الاثنين الأصفر هنحطهم في الطرف ده عشان نبدأ بالسطر الجديد انا هغير الخيط ده لان هو قصر مش هيكمل معي حاجة وارجع لكم ايه جبت الخيط الجديد هنزكيب كده هنعمل ايه؟ هنحط خرزة صفره خرزة صفره خرزة صفره خرزة صفره تمام بعد كده هنعد الخيط ونقفل الاثنين ونقففل الاثنين ده عشان يا رائع فلانا من حق فلانا 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 بلحط اتنين عصف. وادي اول قلب. هنعمل ايه? هنعد الخيط. نحط خرصين اصف. تماما. هنعد الخيط كده. نحط. واحدة صفرة. واحدة حمر. بعد كده نعد الخيط. نحط اتنين عصف. اتنين خرصين عصف. اتنين خرصين عصف. تماما. اتنين خرصين عصف. اتنين خرصين عصف. اتنين خرصين عصف. اتنين خرصين عصف. تمام كده يا جماعة. نحط. اتنين خرصين عصف. اخلصين عصف. اتنين خرصين عصف. نقوم بشكل صفح. الحمرة ده ونرجعها في كده بسم الله تمام كده كمان عدينا الخيطة هوا الخرز الحمرة والخرز اللي فيها الخرز الصفر دول الهدف نفس الكلام انا عايزة اوصل للاتجاه التاني من الخرز نعمل ايا هنعد الخط كده نعد الخط هنا بس خلاص هجب طرف الخط ده كده بالطرف الثاني هنا خلاص جاهزين نبدأ نشتغل على الخرز هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل كله رباعة لواحد باللون الاصفر نشتغلين مع بعض ساعدين تلاتة واحد اثنين منقفل واحد اثنين منقفل أمرت فيه ملتفر ملتفل اضع الخيط ونقفل اضع الخرصين ونقفل اضع الخيط ونقفل وقفل اضع الخيط ونقفل نقفل حتى اضع الخرصين اضع الخيط في السطر ده عشان احنا نسيب الغرزة دي لان احنا فيه تناقص انا هقلب كده وهقفل السطر ده وزي ما عملنا هنا هنعمل هنا لان السطر بجاي برضو فيه عملية تناقص هعمل ايه؟ هاجب الخيط اللي طلع من الخرضة الصفرة دي وارجهه كده ها تمام وهنا في الخيط ده هاجب الخرصتين باللونة الاصفر كده ايه الهدف؟ الخيط اللي تحت ده انا عايزة يوصل للخرزة اللي في التجاه التاني يعني هاعدي كده احنا بنكرر خطوات بلاحظين الكلام ده اعدي هنا وخلاص نعمله الخط ده هاعدي في الخرزة دي كده انا جاهزة اشتغل على الخرزات هعمل ايه؟ هعبت هنا تلات خرزات اصفر واحد اثنين تلاتة واف انا تلاته غير ونزل 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 اجد نزل ونزل اجد نزل اجد نزل ونزل ونزل اخر واحد لتناقص ونزل ونزل اجد نزل ونزل 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 وحق ونزل وحق اننا انا كان الهدف من الفيديو النهاردة ان انا ما اعملش كيس فلوس لكن الهدف ان انا اعمل كيس فلوس باشكال الايموشن كان الهدف ان انا اعرفكوا اشكال الايموشن من الخرز زي ما اتفقنا انا عملت الشكل بتاعه ابني من اول الخرزة دي قبل التناقص دي ابني هنا غرزة رباعة لواحد لف لغاية موصل الخرزة لزيها كده عملت سطر رباعة لواحد وارجع تاني سطر رباعة لواحد عشان يبقى السمك سطرين لغاية موصل هنا تمام يبقى دي كده سطرين وبعد كده ابدأ اقفل الظهر لكده امشي رايح جاي بالخرز لغاية مقفل الشكل ده بيبقى سادة يفضل ان يكون سادة عشان ما يغلوش على الرسمة او شكل الايموشن اللي انت عاملهن خلص وبعد كده بنركب السوستة انا مش هشغل لكم التركيب السوستة لو انتو احتاجتوا ان احنا نركب السوستة هنا اكتبوا لي لو محتاجين ان احنا نركب السوستة مع بعض هنا اكتبوا لي لكن انا جاية النهاردة عشان اعرفكوا ازاي تعملوا اشكال الايموشن من الخرز انا احنا نزلوك ملايهة الفيديو كل شكل الواحده تعملوا بالنشوت سكرين ويبقى عبارة عن بطرون ليكو تقدروا منه تشتغلوا اشكال الايموشن التانية في اشكال كتير بس انا بحب الاشكال اللي هي المبهجة يعني اشكال المبكية واللي فيها حزن دي معلش انا الناس مش نقص حزن يعني احنا عايزين يبصوا اللي حك ده يتحقوا يبتسموا انا مش عايزة الناس تبص اللي حاجة ده كتائب يعني فليه الاشكال المبهجة اللي موجودة في الايموشن في منها كتير يعني حاجات تانية دي كانت ورشتي النهاردة وده كان الفيديو بتاعي يارب يكون خفيف على قلبكو ويارب يعجبكو يارب يكون سهل التنفيذ انا عجبكو الفيديو ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب لغاية ما قابلكو في الفيديو الجاي ان شاء الله في حياة جميلة كده هنعملها مع بعض بازن الله لغاية ما قابلكو استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا